طبقة أخرى من العباد اللي ممكن أن نسميهم من يتأرجح ما بين الدنيا والآخرة اللي غالباً ما يكون الناس بهذا الشكل يعني لا يريد أن يفوت فرصة في الدنيا ما يريد يفوت الدنيا على نفسه بالنتيجة يريد يشعر بلذائب الدنيا ولكن ليس على حساب الآخرة ليس على حساب الجنة يدري أكو شيء اسمه جنة وحساب وعقاب فيحاول أن يتأرجح بينهما شوية للدنيا وشوية للآخرة لا يريد أن يضيع الآخرة ولا يريد أن يضيع الدنيا اللي غالباً غالب الناس من هذه الطبقة في الواقع غالب الناس من هذه الطبقة بما أنه يعتقد بالآخرة ويؤمن بالآخرة فيحاول أن يلتزم بما يمكنه من الالتزام في دار الدنيا ليحصل على مراتب في الآخرة يتأرجح ما بين الدنيا والآخرة أيضاً الله سبحانه وتعالى لهذه الطبقة يعد لها حسب أعماله وحسب ما تتوصل إليه من عمل الخير الله أيضاً يعطيهم يوصلهم إلى حد إلى مرتبة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أنت اتقيت في الدنيا حرمت نفسك من الكثير من الأشياء لم تفكر أن تأخذها لأنك تعتقد أنه نالك آخرة وأنه نالك حساب الله سبحانه وتعالى يقول له تستاهل وأزلفت الجنة أنت ما تروح للجنة هي الجنة تجيك قطوفها دانية أنت تستحق أن تجلس بمكانك والجنة هي تقدم لك العطاء هي تقدم لك قطوفها يعني ماذا؟ يعني واحدنا يقعد تحت شجرة من الأشجار في الجنة ويشتهي فاكهة فتتدلل شجرة له موسيقى